سامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي أهمية تطبيق المعايير الموضوعية والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر المتقدمة للالتحقي بأكاديمية الشرطة جاء ذلك خلال زيارة التفقدية التي قم بها الرئيس السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحقي بالأكاديمية كما أوصى الرئيس السيسي المتقدمين للشرطة بضرورة تسلح بالعلم والمعرفة مشددا على ضرورة أن يكون المتقدمون قدوة لجميع أبناء مصر عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءا مع قيادات عدد من الأحزاب السياسية وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني مع كافة طيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الرهنة وتناول اللقاء وفد التنسيقية مع أحزاب الغد والمؤتمر وسادات وإرادة تجيل بالإضافة إلى الحركة الوطنية والإصلاح والتنمية والعدل والريادة وكذلك الإصلاح والنهضة والتجمع تناول أهم الملفات المطروحة في الحوار الوطني وذلك في إطارة خصوصات اللجان النوية التي أقرها مجلس أماناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة ودع الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها قالت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري في بريطانيا إنها رفضت عرضا من مجاغل القطارات لزيادة الأجور بنسبة 4% في كل من عامي 2022 و2023 بهدف تفادي المزيد من الإضرابات التي علقلت بالفعل سفر الملايين من مستخدم القطارات وقال مايقلينش الأمين العام للنقابة الوطنية إنه تم رفض العرض لأنه لا يفي بأي من المعايير الهدفة لتأمين اتفاق بشأن الأمن الوظيفي على المدى الطويل وزيادة مقبولة للرواتب يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إن الحكومة البريطانية تدرس الاستعانة بالجيش للمزاعدة في طماني استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية كما شهدت حركة القطارات في فرنسا إضرابا كبيرا لليوم الثالث على التوالي وذلك بسبب إضراب للمراقبين أكبر الشركة الوطنية للسكاك الحديد على إلغاء 60% من رحلتها وتتعلق هذه الحركة بمطلبين حول الأجور والتطوير الوظيفي وبشكل أوسع أعتراف أكبر بالسمات الخاصة لعمل نحو 10 ألاف من مراقب القطارات في الشركة الوطنية الذين تتركز مهمتهم على ضمان أمن الرحلات والمسافرين قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو أنه اتفق مع ناظره الأمريكي جو بايدن خلال زيارة رسمية له الأسبوع الماضي على حل المشكلة الناجمة عن تشريعات أمريكية تتضمن دعم المنتجات الأمريكية الصنعة وكان الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه مرات عدة منذ أشهر من تداعيات قانون خفض تضخم المخصص للمناخ وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار حيث تنص الخطة من بين أمور أخرى على إصلاحات طاعة الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها خصوصا في مجال الطاقة أعلنت روسيا أنها لن تصدر الخام الخاضع لصقف سعري فرضه الغرب حتى ولو اضطرت لخفض إنتاجها وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكزاندر نوفاك إن تحرك الغرب يعد تدخلا ينافي قواعد التجارة الحرة ومن شأنه زعزعت استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال إحداث شح في المعروض واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر بالميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند ستين دولارا في خطوة تهدف لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإرادات مع الحفاظ على تضفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية ورياضيا تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم بعد فوزه على نظيره السنغالية بثلاثة أهداف دون مقابل وسجل لعب خط الوسط الإنجليزي جوردان هاندرسون هدف التقدم لبلاده قبل أن يضعف هاركين النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول وضف باكيوساكا الهدف الثالث لبلاده في الدقيقة السابعة والخمسين من زمن اللقاء وضرب منتخب إنجلترا بذلك موعدا في دور ربع النهائي مع نظره الفرنسي الذي تغلب بدوره على منتخب بورندا بثلاثة أهداف لهدفه ختم موجة الثامنة فاصل ونضرح لكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر